في اطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة اشكال الخروج على القانون ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة ومواجهة الانشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد اصفرت جهودها خلال اسبوع عن تحقيق النتائج الايجابية التالية نتابع جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اصفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط 420 عنصرا اجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مدرية امنة والسابق التهمهم في العديد من القضايا ابرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الاعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة محيرة منزلة بنطاق محافظات دميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 98 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 773 قطع السلاح ناري ابرزها 107 بندقية و77 بندقية و35 مسدسا و551 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات المختلفة العيرة و135 خزينة اضافة لـ 1171 قطع السلاح ابيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها اسلحة نارية وادوات واجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام لتنفيذ 463 ألف وسلاسة حكما قضائيا من بينهم 1728 حكم جنيا و168 ألف و140 حكم حبسة و228 ألف و581 حكم غرامة و64 ألفا و554 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال اسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما قاموا بارتكاب 116 حادث سرق متنوع وتم كشف عمود 87 حادث ما بين قتل عمد سرق بالإكراح حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 112 متهما كما تم إعادة 2220 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط 1209 قضية إذجار في المواد المخدرة من بينها قرابة 111.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 756.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلو جرام إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وقرابة 23 ألف قرصة مؤسرة وأكثر من 12.5 ألف قرصة رامدول مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا وتم ضبط سلاسة ملاكس غير مرخصة لعلاج الإدمان اشتركوا في القناة